السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم الجزء رقم 2 من الفصل الخامس هنتحدث عن تعريف الدفوجن مبدئيا هنتكلم عن المقدمة To examine the principle and the application of diffusion in materials يعني علشان أعرف ما هي مبادئ وتطبيقات الدفوجن في الماتيريال نمرت 2 discuss how diffusion is used in synesthetic and processing of advanced materials as well as manufacturing of components using advanced materials يعني في الجزء الثاني أكلم على إزاي إن الدفوجن يمكن أن يستخدم في تحضير وتصنيع المواد المتقدمة عن طريق استخدام هذا التكنيك المسمى بالdifusion diffusion يعني diffusion is a movement of atoms from side to side inside the same material or from material to other material يعني الدفوجن هو عبارة عن حرقة أو انتقال للزرات من موقع إلى آخر داخل الماتيريال الوحدة أو من زرات إلى أخرى أو من ماتيريال إلى ماتيريال ترجمة نانسي قنقر